اشتركوا في القناة وادت لاصابة العشرات يأتي ذلك عقب مواجهات جرت اليومين الماضيين في المدينة اقدمت خلالها عناصر الامن على قتل ثلاثة من المحتجين واصابت العشرات منهم وكانت احتجاجات واسعة قد جرت خلال الشهرين الماضيين في كزرون حيث قدر عدل المشاركين فيها باكثر من خمسة الاف شخص في اليوم الواحد من جانبها حيث حيت مريم رجوي زعيمة المعارضة المواطنين المنتفضين في كزرون وطالبت رجوي السلطات الايرانية بالافراج الفوري عن المعتقلين كما طالبت بارسال هيئة تحقيق من قبل الامم المتحدة وممثل المفوض السامي لحقوق الانسان ودعت رجوي المواطنين الايرانيين الى مستعادة الجرحى الذين سقطوا في الاحتجاجات واتأت دعوات رجوي بعد ان فتحت السلطات الامنية النار على المواطنين في كزرون ما ادى الى مقتل عدد من المحتجين واصابة اخرين ترجمة نانسي قنقر